اشتركوا في القناة 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 في بغداد 46 درجة يوم الغد 38 في دمشق 31 في بيروت 32 في القدس الشريف 28 مع بعض السحب العابرة في اسطنبول بعد شوية في أوروبا يوم الغد متوقعين إن شاء الله 35 درجة في روما 30 في جناف 31 في بروكسل 26 في لندن 22 في مستردام 25 في بيرلين 35 في بريز 31 في مرسيليا 31 في مدريد و25 في لشبون تتورد الجوية للأيام القليلة المقبلة ونبدأ بيوم الثلاثاء بشتتوصل لمتار في الشمال والمناطق الساحلية الشرقية صحب عابرة في بقية الجهات بالنسبة للريح بشتكون عامة من القطاع الشمالي بشتكون ضعيفة فمعتدل البحر يكون قليل الثراب في كافة المجالات وبالنسبة لدرجات الحرارة فسوف تكون متراوحة تقريبا من 28 و34 درجة نتعدى اليوم الأربعاء يوم الأربعاء الصحب عابرة في أغلب الجهات تقصد ذو ملمح ربعية الريح بشتتوصل من القطاع الشمالي البحر يكون مضطرب في كافة المجالات ودرجات الحرارة في ارتفاع تفيف أوقات الشروق والغروب بالنسبة للغضوة غضوة إن شاء الله الشروق على الساعة السادسة بالتمام والغروب على الساعة السادسة و28 دقيقة لمزيد من معلومات والإرشادات نجم التسلو بها لقم وزع صوتي 85-185 زرنا على موقع الوية بتخوض بلو في بوان ميتيو بوان تهين وإلى رقم وزع صوتي 48-40 وبالنسبة لأوقات الصلاة غضوة غضوة إن شاء الله الصبح على الساعة الرابعة و33 دقيقة الظهر من تسف النهار و22 دقيقة على الساعة الثالثة و47 دقيقة على المغرب على الساعة السادسة ونصف والعيشاء إن شاء الله على الساعة السابعة و56 دقيقة أعزائي المشاهدين شكرا على الساعة المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء